دكتور محمود يعني في حياة الامر ارحم ترحم نعم ويمكن بنقول ان شهر رمضان هو شهر بيعزز او بيشعل فينا فكرة اللي انا بصحي حتة الرحمة اللي انا يبقى عندي نوع من انواع الرحمة احيانا قد يفهم البعض ان الرحمة بتكون تجاه الاخرين فقط لكن ممكن تكون الرحمة تجاه نفسي صحيح من خلال تجنبها للمعاصي نعم ازاي ده بيحصل ازاي ده بيحصل ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل للانسان مواسن طول السنة انه يتقرب فيها لله سبحانه وتعالى وانه يخلص نفسه من اي شوائب او اي ذنوب او اي معاصر نفسي هي اولى ان ترحم من ان ارحم غير يعني انا رقم واحد اتعمل مع غيري برحمة لكن في نفس الوقت انا لابد ان انظر الى نفسي انظر الى جسدي هذا اني ارحمه ارحمه باجتناب كل شيء ربنا سبحانه وتعالى نهاني عنه ارحمه اني اعمل الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرن بها قدر المستطاع هذه رحمة للنفس النفس ترحم بتعويدها على الخير النفس ترحم بتجنيبها للمعاصي ولغضب الله سبحانه وتعالى النفس ترحم بتعويدها على فعل الطاعات النفس ترحم على قربها من الناس وقربك وقرب الانسان من الناس هو طاعة في حد ذاته فلما الانسان يعود نفسه على هذا الامر ويعود نفسه على التراحم وعلى التعامل مع الناس بشكل طيب في حقيقة الأمر هذا يعني رحمة بالنفس نفسها يعني أنا لما أرحم غيري أنا برحم نفسي في نفس التوقيت لأن رحمة الإنسان بنفسه لا شك إنها يعني من أهم ومن أعظم الأمور التي يعني ينجو الإنسان بها أمام الله سبحانه وتعالى يعني إن كنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما لا يرحم لا يرحم يعني نعرف من كده إنه قلك الرحمة ده لما أنا أرحم غيري ربنا سبحانه وتعالى هيرحمني وربنا كمان هيرحمني لما أنا أعمل الحاجة اللي أمرني بيها وابتعد عن الشيء اللي نهاني عنه عجل أو بتلف يعني نقول كده يعني التراحم ده زي ما قلنا يعني صفة عظيمة يعني من لا يرحم لا يرحم ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد الناس يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم راجل اسمه الأقرع بن حابس من الصحابة ويدخل فيجد النبي عليه الصلاة والسلام بجواره أحفاده الحسن والحسين رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقبل أحفاده الرجل تعجب يعني يا رسول الله أتقبلونا صبيانكم يعني الأطفال الصغار يعني أنتم تتعاملوا معهم بالرفق واللين وبالرحمة دي فالرجل يعني تعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط عند عشر أولاد ما قبلتش ولا واحد فيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما لا يرحم لا يرحم